قالينا نرجع بقى للسلاح مرة تانية قبل منسيب الأولمبياد النهاردة ما بعد خسارتنا لأن الحياة الماتش النهاردة يعني بلغة الرياضة كده يعني ممكن يحرق الدم شوية أنت كنت متقدم بتحصل أن في فرق ممكن تبقى متقدمة ويحصل التراجع وفكرة أن المنتخب يضم سلاسي وبالتالي على ذكر النقطة دي التلاتة اللي ورانا في الصورة دلوقتي دول هو منتخب وبالتالي إحنا كلنا بنبص لزياد السيسي مثلا أنه كان بيتقدم ثم يأتي عامر معتز ما بتلاقيش نتائجهم كويسة قدام منافسيهم فبعد ما بنعمل فارق بيقل فبيرجع زياد يزوده فبتروح أنت رايح لأنه بوزته اللي عمله زياد يا لأ ده منتخب وبالتالي هو المنتخب فيه اللي ليه أدوار وفيه اللي ليه خبرات وفيه اللي بيشيل فرقة وفيه اللي بيحاول يلم ورد تاني وفيه اللي بيحاول أنه بتستنى منه حاجة معينة وفي الآخر المشاركين كلهم مشاركين كمتأهلين عن قارة مش طالعين يعني تأدية واجب فزياد السيسي ما أعجبني فيه بالانتقال لنقطة تانية هو أنه ده اللاعب اللي من كم يوم كنا زعدنين جدا أنه لم يتمالك أو لم يتمسك بالفرصة فحصد المركز الرابع في منافسات الفردي على مستوى السلاح لكن هو نفسه قال أنه مع الضغط الشديد القصة كانت فيه أنا ضغط شديد ذهني فمعرفتش النهاردة كان واضح جدا التركيز الشديد كان زي زورو بما أن زورو دي دائما بنفتكرها لما بنبص على لعبة السلاح كان بحرف الزد كده برضو بيضعوا على المنافسين وكان بيجيب النقاط تقدمنا بفارق وصل لتمانية لكن في النهاية خسرنا قدام يعني منافس فرنسي صاحب أرض كانت الصالة كلها مليانة من الفرنسيين اللي صوتهم كمادي اللي استاد زعلنا زعلنا بكل تأكيد لعبنا الماتش اللي بعده كسبنا فلعبنا على المركز الخامس والسادس فخسرنا فحصدنا المركز السادس لكن ده لا ينفي أنه السلاح في مراحل تقدم جدا وفي نجاحات بتتحقق على مستوى السلاح بشكل واضح دلوقتي إنما اللي حصل بعد المباراة دي هو أنه خرجت بعض المعلومات اللي بتقول أنه المدير الفني لمنتخب مصر الفرنسي فينسنت أنستيت هو نفسه المدير الفني للسلاسي اللي كان بيواجهنا النهاردة اللي هو بيانفتي وباتريس وبمعنى إيه نفس المدير الفني مبدأنا عشان بس نوقف عندها بشوية شرح وتفاصيل هو كان لغاية السنة اللي فاتت المدير الفني لمنتخب فرنسا ده بطل أولمبي على فكرة هذا الرجل بينسنت أنستيت وكانوا حتى واخد ذهبية برضو على مستوى المنتخبات أولمبياد بيكين 2008 كانوا كسبونا ساعتها على فكرة فرنسا وهو كان أحد لاعبيهم على مستوى التشكيلة الكاملة يعني وهو اعتزل بعد ما فشل في التأهل لأولمبياد 2020 كلاعب وأصبح مدرباً مسك منتخب فرنسا ثم رحل عن تدربهم وبعدها بأقل من سنة تولى قيادة منتخب مصر لغاية مبارح كانت الصحف الفرنسية بتتكلم على النقطة دي وبتقول أنه الراجل اللي كان بيدربنا دلوقتي بقى يدرب مصر وبالتالي معاني قط قوتنا ونقاط ضعفنا لكن هو كان استقال هنقف عند النقطة دي ثانية ونقول لكم تصريح أحد لاعبي منتخب فرنسا اللي واجهناه من النهاردة لما تسأل مبارح شايف إزاي فكرة أن اللي كان بيدربك من كم شهر بقى يدرب مصر اللي هتلعبك بكرة فكانت لي تصريحات اتكلم فيها على أنه في الآخر أنا أرى أن منتخب فرنسا هو الأفضل لكنها في النهاية هتكون مواجهة مبارزة اعتبرنا إحنا أفضل من مصر عشان كده شايف إن إحنا لازم نفوذ بكرة على النهاردة يعني بالنسبة للمدرب فهو أكيد سيكون سعيدا لنا إذا حدث ذلك لو كسبنا لكن سيكون سعيدا لفريقه إذا فعلوا هم ذلك وفي النهاية هي حدث رياضي آمل أن نكون أفضل منهم وأن يفوز الأفضل على المضمار هذا كل شيء ده كان مبارح بينفتي قال الكلام ده طيب القصة بقى مش إنه كان بيدربهم وبقى يدربنا القصة إنه ما زال بيدربهم في أكاديمية خاصة وبالنظر لتفاصيل لعبة السلاح فهي أمر طبيعي جدا التلاتة بتوع منتخب مصر بالأربعة بما فيهم ياسيم فوزي بيتمرنوا تحت قيادته كمدرب للمنتخب وتحت قيادته في أكاديمية على مستوى السلاح ومن ضمن اللي بيدربوا في الأكاديمية دول السلاسي الفرنسي اللي كان بيواجهنا النهاردة هل ده أمر مستغرب؟ طبعا بالنظر لأن أنت حتى لما بيتيجي تلاعب منتخب مثلا البرتغال وبيدربنا منتخب مدرب برتغالي بتلاقي القصة كلها هتبقى فرحان لما تكسب البرتغال ولا لما تكسب ضد البرتغال بتحصل لكن لما تلاقي لسه بيدربهم طبيعي أنك تطرح التساؤلات لكن لما ببص على صفحات إنستجرام على مدار الأشهر الماضية هتلاقي أن اللي قاله الكابتن عبد المنعم الحسيني واضح أو يوضح لك أنه أمر طبيعي برضو فيما يخص هذه اللعبة وفيما يخص وجود أكاديميات بتدرب لعبين من مختلف الجنسيات فممكن يصطدموا ببعض لاحقا في بطولات العالم وده حصل وكسبناهم أو نصطدم ببعض في الأولمبياد زي ما حصل النهاردة وكسبونا تعالوا نشوف بعض اللقاطات المهمة لشرح هذا المشهد يلا بينا بداية ده الأكاونت بتاع بينسنت أنستيت المدير الفني لمنتخبنا الفرنسي الجنسية وكان يوم 30 يونيو يعني قبل الأولمبياد بتقريبا شهر وشوية بيبارك لزياد السيسي اللي وصل إلى التصنيف رقم واحد على العالم في لعبة السلاح وبيقول إنه يعني إنجاز عظيم لكل الجروب بصوا بقى الجروب عبارة عن إيه إن المصنف الأول زياد المصنف الثامن سيباستيان باتريس واجهنا النهاردة المصنف الخمستاشر ماكسيم بيان فيتي اللي واجهنا النهاردة المصنف الستاشر أدهم معتز اللي كان ضمن صفوفنا بنواجه بيه فرنسا النهاردة التسعتاشر محمد عامر اللي كان ضمن صفوفنا بنواجه بيه فرنسا والسبعة وعشرين جون فليب باتريس يعني الستة اللي كانوا بيلعبوا ضد بعض النهاردة هو في الآخر ممنشن الأكاديمية اللي اسمها باريس فينسنج أكاديمي وبقولوا أن احنا فخورين بأبناء أكاديميتنا يعني الستة ولاده وهو على المستوى المهني بيدرب منتخب مصر ده كان في شهر يونيو اللي فات لما نروح لصفحة الأكاديمية نفسها باريس فينسنج أكاديمي هتلاقيهم في 1 نوبمبر 23 يعني تقريباً داخلين على 8 شهر أهو أو أكتر شوية بيقولوا أن احنا مبسوطين بأن احنا مسؤولين دلوقتي عن إعداد لعبة منتخب مصر اللي بيستعدوا لكاس العالم اللي هتتلعب الإسبوع اللي جاي في الجزائر أهو يعني القصة يعني واضحة أن هي مش مستخبية مثلاً أو مش بيعملوا حاجة في السر ففي اللعب يعني في لعبة السلح القصة واقعية ومعروفة كما قال الكابتن عبد المنعم الحسيني إنما بعد المباراة وبسبب هذا اللغط لعبة المنتخب كلهم اتكلموا النهاردة في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لللجنة الأولمبية المصرية فكانت تصريحاتهم بداية من زياد مروراً بمعتز وعامر كالتالي زياد قال بدلنا قصارى جهدنا لعبنا المباراة بشكل جيد لم نوفق في مباراة فرنسا لعبناها أمام جمهور فرنسي وشجع بحماس جنوني في صالة كبرى مليئة عن آخرها رغم أننا كنا قريبين هما بعطينها قريبون بس هي قريبين من الفوز إلا أننا لم نوفق وهديه يا مشيئة الله ولا يمكن أن نحمل أحد الخسارة من أفضل مدرب العالم ده أدهم معتز زعلنا شوية أدهم بس ولا يهمك يعني اللي جاي أحسن وبنستفيد من الخبرات في التجارب اللي زي دي أن احنا نبقى متماسكين أكتر قال قاد الفريق منذ عدة أشهر للفوز على نفس هذا الفريق الفرنسي وبدل قصارى جهده مع المنتخب من أجل الفوز كان يقودنا خلال المباراة ويوجهنا بحماس شديد من أجل الفوز أما عن أنه بيدرب لعيبة فرنسا ده أمر متعارف عليه في السلاح نحن جميعا نتدرب في أكاديميات وأندية خاصة ولنا لكم الدليل من شوية ترتيب اللاعبين كان قرارا جماعيا تحدثنا معا قبل المباراة واتخذنا هذا القرار المنتخب المصري لا يتدرب مع منتخب فرنسا خذنا معسكرا في فرنسا منذ عدة أشهر لم نتدرب معهم منذ ذلك الوقت بعد ما تأكدنا أن احنا هنلعبهم في أول مواجهة في الأولمبياد